السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة غيداء من مدرسة الزهرة الأشرفية اليوم بدأت حكي مع الصف السابع بدرس العلوم الدينية والإنسانية والتطبيقية وهذا الدرس شرحناه إحنا في الصف فاليوم بدي أحدد المادة المطلوبة للحفظ أو للتلخيص على الدفتر حكينا المؤسسات التعليمية تقسم إلى قسمين الكتاتيب والمساجد عرفنا الكتاتيب إنها هي أماكن وقيمة بالقرب من المساجد أو في بيت شيخ الكتاب ويتم تعلم فيها حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة والحساب هالضرورية سابع نحفظه وعندنا المساجد حكينا أن المساجد كان دورها للعبادة ولتلقي العلم ما كانت فقط للعبادة بل ولتلقي العلم لأن حكينا بيصير فيها حلقات للعلم أشهر المساجد في هاي الفترة اللي هي فترة الأصل الأموي كان عندنا المسجد الحرام في مكة المكرمة المسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأموي في دمشق والمسجد الأقصى في القدس الشريف أربع مساجد لهون في عنا مفهوم لهو المؤدبون وهم من كانوا يختارون لأبناء الخاصة من الخلفاء والولاء والقادة وكانوا من ذوي الخبرة وظهر عنا في العصر الأموي ما يسمى بالرحلة في طلاب العلم أي أن الطلاب كانوا يسافروا إلى بلدان لتلقي العلوم من كبار العلماء في أنحاء الدولة الأموية هذا بالنسبة للمؤسسات التعليمية ثانيا المؤسسات الدينية أو العلوم الدينية قسمت العلوم الدينية إلى ثلاثة أقسام علوم القرآن الكريم وعلم الحديث وعلم الفقه القرآن الكريم والحديث والفقه نحفظهم على الترتيب علوم القرآن الكريم هي العلوم المتعلقة بالقرآن كالتفسير وأسباب النزول والقراءات هذا تعريفه أما علم الحديث وهو يقصد به الحديث النبوي الشريف عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كل ما صح نقله عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا المقصود بعلم الحديث طبعا هلأ في عنا هون سؤال فسر إنه ليش تم تدوين الحديث الشريف هلأ جاء في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي ثامن خلافاء الأمويين أمر بتدوين الحديث الصحيح وجمعه في كتب هون نقطة فسر السبب إنه صار في عنا يظهر واحد أكاذيب في الأحاديث وكان الصحابة متفرقين والتابعين اللي هم يحافظين الحديث كانوا برضو متفرقين وغير إنه وفات الكثير منهم إذن عندي ثلاث مقاط ننتقل لعلم الفق ثالث علم من العلوم الدينية تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها إيش هي أدلتها؟ قرآن والسنة والنجماع والقياس برضو هون في عنا هذا التعريف هون في عنا سؤال فسر زادت الحاجة لهذا العلم اللي هو علم الفقه في هذه الفترة من العصر الأموي السبب اتساع الدولة وتنوع شعوبها واختلاف أحوالها ثالثاً العلوم الإنسانية قسمت العلوم الإنسانية إلى اللغة والشعر والخطابة التاريخ الفلسفة والترجمة عنا خمس أقسام من العلوم الإنسانية أول قسم اللغة اللي هو وضع العلماء حاول العلماء أو قام العلماء بوضع قواعد للمحافظة على اللغة العربية من اللحن أي الخطأ كلمة لحن تعني خطأ في لفظ الكلام ليش صار في عنا لحن في لفظ الكلام بسبب دخول العديد من الشعور الغير عربية في الإسلام الآن مظاهر تطور علم اللغة في العصر الأموي واحد تنقيط أحرف اللغة العربية وضبطها بالحركات أهم علماء اللغة العربية في العصر الأموي أبي الأسود الدؤلي اثنين عنا ظهور مصطلحات جديدة نتيجة لترجمة العلوم والمعارف صار في عنا يظهر معالم أو كلمات جديدة في العلوم والمعارف الشعر والخطابة طور الشعرين دي في العصر الأموي أهم مظاهر تطوره وظهور علم العروض الآن أهم شيء سابعين كنت أعطوني مثال إنه أشهر الشعراء في العصر الأموي الأخطل هو شاعر معاوية بن أبي سوفيان هاي النقطة هون إنه ازدهرت الخطابة في العصر الأموي السبب إنه ازدادت أهميتها بسبب كانت إنها تعد ركن أركان تثبيت دعائم الحكوم الأموي هاي النقطة برضو أنها مهمة التاريخ تعريف التاريخ هو العلم الذي يعنى بتسجيل الأحداث التاريخية وفقا لزمن حدوثها عندي مفهوم التاريخ هون مهم أول وهاي النقطة هون أول من دون التاريخ وبيد بن شرية في عهد المخليفة معاوية بن أبي سوفيان الفلسفة من أن يعرفون إنه أشهر الفلسفة واصل بن عطاء الترجمة الخامسة الترجمة هلا بسبب اختلاط المسلمين بشعوب البلاد المفتوحة أي البلاد التي فتحت في الإسلام أدى هذا إلى اطلاعهم على ثقافة هاي شو فدفعهم ذلك إنهم يترجموا الكتب اللي كانت تخرج من عند البلاد المفتوحة فترجموا هاي الكتب وعنا أمثلة بنا نعرفها أشهر المترجمين ابن المقفى الذي ترجمه كليلا ودمنا العلوم التطبيقية هو رابع نوع من الأنواع العلوم نقاطه الرياضيات والهندسة الكيميا الطب لو نيجي نحكيه في الفلاك النقطة الرابعة أربع نقاط نحكيهم نرتبهم على الدفتر تحت بعض الرياضيات والهندسة الكيميا الطب والفلاك كيف يهتموا بعلم الرياضيات أو كيف برز عندهم من من الرياضيات والهندسة من خلال بناء القصور والمساجد والقناطر الكيمياء بايش عرفت عندنا هون عرفت الكيمياء عند العرب بعلم الصنعة بعلم الصنعة وعلم الكيمياء هو علم لو نيجي نعرفه علم يعتمد على التجربة والملاحظة الدقيقة الطب اهتم علماء المسلمين بالطب وعلومه اهم مظاهر الاهتمام في الطب يعني اذكر بيجي السؤال اذكر مظاهر اهتمام العلماء في العصر الاموي في الطب بيجي اول واحد تشجيع الخلفاء بني اميي الاطباء وتقريبهم اثنين العناية باصحاب الامراض المزمنة والامراضية تلاتة تطبيق سكرة الحجر الصحي والطب الوقائي في عنا هون تعريف للبيمرستان او المستشفى اللي هو لفظ فارسي شوفوا هون اخدنا معناته من وين من الشعوب المفتوحة مكون من بيمار وتعني المرض واستان همهية مكان المرض بدنا نعرف هون انه عندنا انواع في المستشفيات في الدولة الاموية اولا مستشفى هي المستشفيات الثابتة وشرحة اللي هي قيمة في المدن الكبرى يعني في العواصل لعلاج الامراض في عندي مستشفيات مختصة وهي قيمة لعلاج فئة خاصة من المرضى اللي هي عرفت بالمرستان مثل الامراض المعدية عندي المستشفيات المتنقلة هي انواع منها الخاصة اللي كانت ترافق الجيوش في الحروب أو مع قوافل الحجم نعرف الثلاث أنواع مع تعريفهم رابع علم اللي هو الفلك أهم أو يعدي الفلك من أوائل العلم والتي اهتم بها المسلمين عرف عندهم بعلم الهيئة إذن الفلك علم الهيئة والكيمياء زي ما حكينا بعلم الصنع الميز بيناتهم في عندي سؤال فسر برزت أهمية هذا العلم ليش برزت أهمية علم الفلك عند المسلمين بنيجي بنحكي إنه الإجابة اللي هي بسبب تحديد أوقات العبادات من صلاة وصيام وحج إذن بمتابعتهم للفلك والأجرام السماوية قدروا يحددوا أوقات الصلاة والصيام والحج بهكي بيكون إحنا خلصنا الدرس السابع اللي أنا حددته بنكتبه على الدفتر وما ننسى نحفظ المادة أول بأول إن شاء الله بس اللي أنا حطيت تحته خط إنت بتكتبه على دفترك الواجب إنه من السؤال الثاني فرع جيم من السؤال الثاني بتحلولي فرع جيم إن شاء الله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر